نيجي بقى الموضوع قصة هو فيه فعلاً سلع اتخذ قرار بوقف استيرادها القصة القصة هما فيها لقيت على مدار اليوم النهاردة جايلي على الواتساب بعض الناس بتبعتلي الموضوع ده ولقيت بعض الناس نرشاه على مواقع التواصل الاجتماعي وكأنه هناك قرار صدر من مصلحة الجمارك بحظر استيراد 23 سلعة لمدة 3 شهور وإن القرار ده وكأنه منشور في الجريدة الرسمية ومن بين بقى السلعة دي مثلاً العربيات والأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية الهواتف المحمولة وغيرها قايمة طويلة يعني خلاص؟ ده للناس بتتدوله منذ الصباح خلاص؟ وإحنا بس معلمين عليها عشان محدد الشيخ ده وكأنه إحنا بنقول إن فيه قرار يعني حل؟ طيب هنا فيه سبيلين لنفي هذا الأمر وإنه غير حقيقي السبيل الأول هو إنه المرصد الإعلامي الجمركي شاف ده شاف هذا البيان وعلم بإنه بعض الناس بتتدوله فأصدر بيان على طول منذ قليل من حوالي ساعة تقريباً وقال إنه تابع ما يتدوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي واللي واضح إن الهدف منه إثارة البلبلة بين المواطنين لكن هذا الأمر غير حقيقي على الإطلاق لم تصدر الجمارك هذا الأمر وخصوصاً إنه فيما يخص استيراد السلع وقرارات حظر استيراد أي من السلع هذا ليس من اختصاص مصلحة الجمارك ولكنه من اختصاص وزارة التجارة والصناعة وبالرجوع إليها أكدت عدم صدور أي قرارات بشأن حظر استيراد أي سلع ده طريق النفي اللي موجود إن الكلام ده غير حقيقي فيه سبيل آخر للنفي؟ آه إيه هو؟ أنا الحقيقة عملت بحث بدأت أخش كده أشوف القرارات اللي بتصدر سواء من وزارة التجارة والصناعة أو أي قرارات أخرى رسمية وبتنشر فيه الجريدة الرسمية هل شكلها بيبقى الشكل اللي حضراتكم شايفينه؟ لا، في حاجة هوريها لحضراتكم عشان تاخدوا بالكم منها في أي حاجة بعد كده تتفبرك وهي إيه؟ العلامة المائية لمطابع الأميرية ده نموذجه لقرار رسمي نشر فيه الجريدة الرسمية حلو؟ تلقوا حضراتكم العلامة المائية واضحة ووضوح الشمس حضرتك بقى ممكن تتأكد وترجع ورايا خش كده على جوجل اكتب قرار مثلا رئيس الجمهورية أو وزارة التجارة والصناعة أو مجلس الوزراء ونشر فيه الجريدة الرسمية مثلا خلاص؟ ودوس على images ليه الصور خش شوف القرارات الرسمية اللي بتنشر فيه الجريدة الرسمية شكلها عامل إزاي؟ هتلاقي كلها كلها عليها العلامة المائية بتاعة المطابع الأميرية فده شيء أو السبيل الآخر اللي بيأكد لحضراتكم عدم صحة الورقة المتدولة التي يعني بدأ البعض يتدولها منذ الصباح مما لا شك فيه إيه الهدف أن حد فابريك حاجة زي كده؟ سخن الناس ملاحش مبرر تاني يعني مين عنده مصلحة في أن ينشر حاجة زي كده؟ غير حقيقية وده على فكرة نوع من أنواع النفاق اللي هنتكلم عنه فيه فقراتنا الأخيرة النهاردة لأنه إحنا النهاردة في عالم السوشيال ميديا موضوع النفاق ما بقاش بس أن انت تخلف وعد مثلاً أو عهد عليك أو تجذب في كلامك مع حد لا الفابريكة اللي بتحصل على السوشيال ميديا هنسأل الشيخ أسامة هل الفابريكة لما حد يكتب كلام على لسان حد آخر مثلاً؟ أو حد يفابرق قرار زي ده؟ أو حد ياخد فيديو لشخص ويكتزق من الكلام عشان يعمل به بلبلة؟ هل ده بيعتبر نفاق؟ ولا لأ؟ ده إن شاء الله نتكلم فيه في الجزء الأخير في حلقتنا